دايماً الأباء والأمهات بيوجهوا مشاكل مع أولادهم بسبب طريقة الجلوس غير الصحيحة أثناء المذاكرة أو على تصفح الإنترنت أو الموبايل للأسف الشديد النتيجة في الآخر بينتج عنها عدد كبير من المشاكل الصحية والأضرار على العمود الفقري علشان كده حنسأل النهاردة ما هي طريقة الجلوس الصحيحة للعمود الفقري؟ هل هناك أدوات أو وسائل مساعدة يمكن من خلالها أن نحمي أولادنا من مخاطر الإصابة بأي مشاكل في هذا العمود؟ أسئلة كتيرة جداً سنتجاوب عليها مع دفتنا الدكتورة إسراء منصور أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية صباحاً لكي دكتورة صباح النور أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بيك أعلم الطفل إزاي حاجة زي كده وخصوصاً مع انتشار الهواتف الزكية وكل تكنولوجيك الموبايل ده مشكلة كبيرة جداً في الفترة اللي احنا فيها دي لأن بقى الطفل بقى حاجة أساسية فيهم الموبايل فالموبايل ده بالنسباله ممكن يوصله أنه هو يجيله توحد وممكن يوصله أنه عينيه طبعاً بتضعف جداً يطر يلبس نظارة من بدري جداً كمان العمود الفقري بيتأثر ممكن يجيله انحناء في العمود الفقري أو وجاج وبالتالي مع السنين هيجيله مشاكل في الغضاريف تأثر بقى على الأطراف فاحنا لازم نحدها من الأول يعني احنا نعود الطفل من صغره أنه يوض صح يزاكر صح يمسك الموبايل بطريقة صح طبعاً المفروض يزاكر زي ما يزاكر مش فرق يزاكر صح ما يدي مشكلة بقى لكن الأمهات بالنسبة لهم يزاكر زي ما يزاكر ومش مهم يقعد ازاي لا الأهم أنه يقعد صح علشان نتفادى المشاكل الصحية بعدها طيب خلال زي ما تشوفي تشوفي بقى الطريقة الصحة وأعود ان شاء الله أولدك عليها طيب فكرة القعدة بطريقة معينة وفكرة الحناء سواء بقى أثناء المذاكرة أو أثناء استخدام الموبايل بحس إن المشكلة مش بس في الرقبة وفي الكتاف أو في العضلات يمكن الأطراف كمان الصوابع من السكرولينج اللي بيحصل في الموبايل أو فكرة إننا بنعمل توتش يمكن في تلاقي بعض الصوابع الولاد دلوقتي تلاقيهم مشين يمسكوا قديهم ويحاول حركوا صوابعهم لأنها مش بتتيبس لكن بت بيحصل التهف الأوطار التهف الأوطار الإيد من كتر الحركة دي وعشان كده احنا بنقول لازم الموبايل ده المفروض ساعة أو ساعتين ماكسما في اليوم كله أصلاً الأطفال مش بيرايحوا حتى الساعة دي ده هم 24 ساعة على الموبايل حقيقي إيه هي أبرز الأوضاع الخطيئة للظهر اللي ممكن الطفل يصبيه في الطريقة إنه هو يبقى يعد متن الأدام الكتاف مضمومة أو الرقبة تبقى نازلة تحت كده ده وضع غلط أو تبقى اللدقن بتاعته وطالع الأدام كده يبتعمله حاجة اسمها نيك همب نيك همب دي بتبقى زي إنحناء بس في ما بين الفقرات العنقية والفقرات الصدرية فيما بعد هتبقى إنحناء في الفقرات الصدرية يبقى بقى الضهر كله مش فكرة الرقبة بس فيما بعد هيعمل مشاكل في الفقرات القطانية يعني هو كله كل ده من الموبايل يعني القعدة على المكتب مش هتقصر على ده القعدة قدام كمبيوتر أو لابتوب أو تابلت أو حتى يعني قاعد بيذاكر على مكتب الصغيرين والكبار الناس اللي شغالين أغلب شغالهم في مكاتب برضو كل ده بيتأثر لازم يبقى حاطة مخدة عند القطانية فارد ظهره كتافه ورجع الورى ودقنه مظبوطة مش طالع القدام ولا رجع الورى أوي كده مش هم يبقىش فيه تحميل على مطبها لازم تبقى رقب عمودي على الكتفي أيه طب يعني إحنا لو هنتكلم على المذاكرة هل الطفل لازم يقعد على مكتب وفارد ظهره ولا هو ممكن يذاكر على السرير زي ما أولادنا بيحبوا يعملوا لأ مذاكرة السرير دي غلاص لازم يقعد على مكتب ومش مكتب بس يذاكره في أي شكل أو ما يفعش يقعد حتى على المكتب بأي طريقة لا لازم يبقى ظهره عمودي على رجليه أو على الحوت تمام والمكتب يبقى قريب من جسمه ما يبقاش هو طالع لقدام كده للمكتب الكتب تبقى على مستوى عينيه ورقبته ما ينفعش يبقى موطي كده أو مطلع دقنه لقدام كده وهو بيكتب إحنا أغلب بالأطفال أو إحنا عامة وإحنا صغيرين كنا عطول على الكتاب كده فلما جبرنا خلاص كله بيشتكي من دلوقتي ده مرض العصر كله دلوقتي بيشتكي من الفقرات سواء بقى رقبة ضهر أو أسفل الضهر كله بيشتكي من الموضوع ده بسبب كده إن عادات خاطئة من صغرنا يعني السرير غلط لا ما ينفعش مذاكرة على السرير أصلا طيب أعضلات الرقبة أو يمكن بنسمع الشكوى المتكررة من الصغيرين ومن الكبار بنسح الصبح مش عارفين نحرك رقبتنا وبنسمع بعدها كلمة حدي ترقع لرقبتي مش عارفة بقى دي حاجة صحة ولا دي حاجة خطر جدًا يعني الحركة تبقى ازاي الترقع غلط إن حد ترقع رقبته لنفسه يعني ينفعش حد يترقع أو ضهره لا ينفعش حد يترقع لنفسه ولا أي حد يترقع يعني ينفعش بقى مثلا بلعب في الجيم وأي حد معدي طب تعاموه ترقع لك ضهرك تعاموه ترقع لك رقبتك لازم دكتور متخصص مش أي دكتور برضو لازم بقى دكتور متخصص في موضوع الترقع ده أو الكايرو براكتك ده بيبقى ناتج عن إيه بقى احتكاك غضريف بغضريف أو عضم بعضم الفكرة بقى أن اللي بيبقى صاحي من النوم عنده مشكلة أو تعفر قابته ده بيبقى مشكلة من المخدة المخدة لازم الموبايل هنا بريء والتريفزيون بريء الموبايل بريء هنا المخدة يعني اللي دايما انشكوته بيقولك أنا ببقى كويس طول اليوم بس بصحة رقابتي وجعيني أو بصحة رقابتي بتبقى معلقة ده كده يغير المخدة المخدة مش مظبوطة عالية قوي أو واطية قوي فهي لازم تبقى مظبوطة قد المسافة من الودن لحد نهاية الكبثة ولا تبقى واطية ولا تبقى عالية ايه هي أبرز رياضة أو أفضل رياضة ممكن الطفل يلعبها ويحفظ بيها على السباحة السباحة ممتازة كويس قوي كنت معتقنك هتقولي الجنباز مثلا لا السباحة ممتازة بتحرك عضلات إيه بقى في منطقة الرقبة والكتاف علشان نحافظ على هذه المنطقة بتحرك عضلات إيه في المنطقة دي بتحرك عضلات الجسم كله مش بس الرقبة ولا الضاء يعني والإيد والرجل مفيدة لكل عضلات الجسم فبنعتمد على إن يحصل وغير المقاومة اللي تبقى في المياه اللي تبقى في المياه بقى لها مقاومة برضو فبتقويل عضلات أكتر طيب يكلوا إيه يساعدهم إن رقابتهم ما تبجعهمش وده مش سؤال يعني بهضر بيه أنا بتكلم بجد هل فعلا فيه أطعيمة ممكن تدعم إن العضلة تبقى تمام وإن العضمي بقى تمام البروتين مفيد جدا لبناء العضلات ولكن بالكمية المفروض كل واحد يأخذها الزيادة عن اللزوم بتراكم دهون في الجسم تمام فلازم كل واحد له كمية محسوبة على حسب سنه على حسب وزنه على حسب الطول والوزن يعني لها حزبة معينة على أساسها بنحط الكمية للمفروض يأكلها البروتين أساس العضلات لكن طبعا إحنا مش بنعتمد على عنصر واحد هو يعني الوجبة المتكاملة فيها كل حاجة فيها كاربوهايدريت فيها دهون صحية فيها بروتين فيها أملاح وعناصر معينة مغنيسيوم كالسيوم كل حاجة الجسم بيحتاجها لازم ناخدها بس النسب معينة طيب المشكلة حصلت واللي حصل حصل ولأن الولاد ابتدوا فعلا يبقوا مواطين لقدام شوية أو رقابتهم طلعة لقدام شوية ولقينا بعض الشابات والولاد الأكبر سنة اللي قاعدوا يستخدموا الموبايل فترة أطول طلع لهم هنا لغد أو دابل تشين من الانحناء على الموبايل بالمزل ده نعمل إيه؟ نلبس مثلا حاجة للظهر الأفضل الرياضة نلبس مشد للظهر مثلا أو نحط إيه وإحنا قاعدين بحيث أنه تبقى حاجة موجودة عندنا كلنا في البيت بل الناس اللي خلاص الموضوع بقى عندها مشكلة هتبقى بالنسبة لها صعبة فتعتبر الأعضاء الصحي دي تمرين مرة في الثانية في الثالثة هلقى الموضوع بالنسبة له بقى سهل وتعود عليه تمام تمام يعني وبناءنا عليه نقدر ننسى على الأسرة المصرية في قصة الأوضاع الصحيحة لجلوس الأطفال نقول لهم عملوا إيه ما تعملوش إيه أولا الموبايل ساعة أو ساعتين ماكسموم في اليوم كله ولو طفل يعني أخذ أنه يأخذ مدة طويلة يبدأ يقللها بالتدريج بالنسبة للموبايل بالنسبة للمذاكرة يبقى على مكتب مش على السرير الظهر مفروض فيه ساند أو مخدسة صغيرة عند القطانية من تحت الرقبة تبقى مظبوطة ما يبقاش موطل قدام ده بالنسبة للمذاكرة ومسكة الموبايل شيل الشنطة بتاعت المدرسة تبقى لازم على الكتفين مش على كتف واحد عشان ما يحصلوش إعوجاك في العمود الفقري أوكي وتبقى طبعا كل مكان وزنها أخف كل مكان أفضل ربنا كريم إن شاء الله كل شكرا لك يا دكتور إسراء مصور أخصائي العلاج الطبيعي بالتغذية نمورتين أهلا مسألة شكرا